تارف يسوع في متى 23 قال ويل لكم أيها الفرسيين في آية 3 متى 23 فكل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوه وفعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا ما همش متى لا إلك لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم شو بيعملوا فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس نير على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس هذا الدين اللي بتشوف اللهم أني صائم كل الناس لازم تتجاوب معاك لأنك أنت صائم لازم تصلي مش مهم يعني بأي مكان تدوس على الناس تهين الناس مش مهم أنت عم بتقوم في فريضة دينية وهكذا أحب نفسي من كل قلبي اللي بيهاجمون على الكتاب نفسي حبيبي اقرأ عزة المسيح على الجبل وشوف تعليم المسيح أنا بقولك إذا قلت أنت يا رب أنا عاوز أتعلم منك صلي لأ الله خلال خمس دقائق رح تيجي للرب يسوع المسيح رح تشوف السمو رح تشوف الرفعة رح تشوف التفوق تعرف ليش بمنعوك أنك تقرأ الكتاب المقدس باتهمات كثيرة باطلة ومزورة كتاب محرف إلى آخره سيبك هاي لعبة انسناها من الزمان عشان أنت ما تخلص وعشان أنت ما يكون إلك حياة أبدية هاي أنا بقول لك الحياة الأبدية هي في يسوع المسيح عم بحط أحمال عليك حج وفرائد وبتكلم للكل مسيحيين ومسلمين وكل اللي بشاهدنا عم بحطوا فرائد وأحمال وأعباء على كتاب في الناس وعم بتاجروا فيك وبزيحوا فيك من هون لهون مكان إلى مكان هذا هو الدين أحبائي فبسبب معاناة بسبب الظلم الديني لكن أنا اليوم بدعوك إلى يسوع يسوع هو مصدر راحتنا وهو مصدر سلامنا